بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة في الشابتر السادس سنتناول في هذا الفيديو الشرح للقوانين الخاصة بحساب الشير سترس عفل بندنك معنا هذا الجزء من الأريا اللي سنحسب عليه الطو الشير سترس ديو بندنك قانون الطو يساوي V ضرب القو على I ضرب T الطو هو الشير سترس V هو the internal resultant shear force determined from the method of sections and the equations of equilibrium I هو المومنت of inertia of the entire cross section area calculated about the natural axis طبعا القو يساوي Y ضرب A A هي الأرية of the top portion of the member's cross sectional area والI وهنا هنا الأرية والY هي هي المسافة إلى السنترس القوانين المختصرة حسب الأشكال المعتادة هي كالاتي بالنسبة لشكل الدائري circular cross section area الطو ماكس تساوي 1.33V على A بالنسبة للشكل المستطيل طو ماكس تساوي 1.5V على A طبعا الأي هي الأرية والV هو shear force بالنسبة للهولو شافت طو ماكس تساوي 2V على A وبالنسبة لشكل I cross section طو ماكس تساوي V على الأرية تبع الويب اشتركوا في القناة